أخذ سائلة لم توضح اسمها تقول هل يجوز تسليم المسلم إلى الكافر؟ لا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله وربنا جل جلاله قال وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وما زلنا نخاطب العقلاء نقول لما هذه الجنائية الدولية إنما هي وسيلة استعمارية لاستذلال الشعوب المستضعفة وهي تتعامل بانتقائية وإلا الآن الجرائم التي ارتكبت في سوريا أو الجرائم التي ارتكبها الصهاينة أعداء الله أو الجرائم التي ارتكبها بعض حكام العرب على امتداد سنوات وبعضها موثق وبعضها شهدت به الدنيا أين الجنائية الدولية من هؤلاء جميعا هذا سؤال ينبغي أن يطرح ثم الحمد لله عندنا في السودان قضاء وهذا القضاء عنده تاريخه عنده تقاليده وما زالت قوانينه إلى الآن قوانين شرعية في الجملة ومن ثبت عليه جرم ففي الشريعة ما يكافئ جرمه لكن هذا القضاء شيخ ربما تقول عنه هذا القضاء نفسه هو الذي سكت عن كثير من الجرائم التي وقعت ولم يحاسب المسؤولون عنها هناك فرق بين القاضي والمحتسب القاضي لا يبحث عن الجرائم وإنما القاضي يحكم فيها يعني القاضي يؤتى له بالجريمة يؤتى له بالبينات أو بإقرار المجرم بعد ذلك القاضي يحكم أما المحتسب فهو الذي ينقب ويبحث ولذلك كثير من الناس يقولون مثلا أين الزاني الذي يرجم طيب أين الزاني المحصن الذي قدم للقضاء بإقراره أو بالبينة التي قامت عليه ثم بعد ذلك القضاء ما حكم عليه وبالتالي كون أن الحكومة الآن تغيرت فيفترض أن المحتسبين هؤلاء أو الباحثين عن الجرائم يفترض أصبحوا من طرف آخر وبالتالي ينبغي عليهم أن يقدموا أدلتهم ويقدموا كل حججهم